سيحدث بس شايفوا الضبط والربط اللي حصل في البرلمان وموتامين بالعمالة ده الضبط والربط ده اختفى من مستشفى دي كردس العام الفترة اللي فات تخيل مستشفى طويلة عريضة اي حد عايز يعمل اي حاجة في اي مستشفى في مصر ولا ايه الاجابة لا مش هقلق المواطن مصري ولا اي مواطن عربي او اجنابي بس تخيل واحد يروح شاب كده طويل عريض يدخل مستشفى عام مش فاقاص الصعيد لا ده على بعد مية وخمسين كيلو من القايرة مستشفى تكرنس العام يقولهم انا طالب في الطب وبتضرب وجاي اتضرب معاكم يعني جاي اخد غرزتين كده وكشف واضرب دوة وحاجات كده فقلوه اتفضل ما حدش قالو مثلا ماشي هتلينا جواب من كلية ما حدش قالو طب وريني كرنية كلية لا ابدا خش اماشي العينوك كتير تصرب زي ما انت عايز الوقت دخل لقى الدنيا مغة ضرب له بالته تلا يشوف اشعة يكشف الكماب بيكتب ادوية الله 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 اه تخيل 26 يوم لا تشايف العظمة اللي وقف فيها اه تحس ان هو استاذ دكتور بروفسور جراح من اه بس وفوضة عمليات بس حاجة زي الفل يا امر هذا يعدز في مصر ما في حاجات حلوة بتحصل في مصر وفي حاجات وحشة يتحاسب عليها مسؤولين كبار في وزارة الصح استاذشفة كرنس العام يعني انا كمواطن رايح يعني ده الاساسا مش بخلص من الدكاترة واخطأهم بعضهم بعضهم زميلة من المهنة راحت تعمل لابوها عملية قلب مفتوحة في مستاشفة ضخم تابع لاحدى الهيئات الكبرى في الدول الجراح طبعا قال لانا باخد ميت باقو في عملية القلب المفتوحة يوميها عمل عمليتين ما بيدفعش اقصال يعني متهرب من الضرائب برخصة يعني ده دخل الشهر لا يقل عن 3-5 مليون جنيه بسم الله الرحمن الرحيم 60 مليون جنيه في السنة حق الدولة 20 مليون عارف هذا الطبيب الجراح عمل العملية ساب الخياطة بايزة الزميلة جريت بابوها والله رجعت ودته على مستشفى حكومي ما خدش 3-4 ايام متوفى الله طبيب الجراح اه وقسم وقسم وجريت ورا ناس قال يتوسطولو لا ضمير لا اتهم طبعا كل الاطباء بس بعضهم قلالات الضمير فده بيحصل وده بيحصل واحد عدى جوه المستشفى وكلا طب اتكشف ازاي مواطنة دخلت عندها جرح او قطع في الكف كده فالباشا بقى انا جراح يعني يا الخياطة دي شغلالة ابرة وفتلة خاية الجرح طبعا راحت لدكتور قاربها قال لها ايه الخياطة دي دي خياطة غريبة مش خياطة متخصصة يعني هو راجل طبيب خبير ورينا فقلت له فلان فرح يا ابن انت ايه بتاع ايه ورينا الكارنيه خلاص اتقبض عليه اكتشفنا ان هو بكريوز تجارة ولكن هو ضل الطريق وكان حلم حياته ويشتغل الدكتور يحدث هذا في مصر المحروشة